ذكرت أن ردات فعل النظام تبدي أن هناك قلق من المرحلة المقبلة لكن ما هي الرسالة التي يريد أن يرسلها النظام من خلال اعتقال نشطاء نتحدث عن جسر عبد الرازق المدير التنفيذي مبادرة مصرية الحقوق الشخصية كريم عنارة مدير العدالة الجنائية مبادرة محمد بشير المدير الإداري لها ما هي الرسالة التي يريد النظام أن يرسلها من خلال اعتقال هؤلاء في هذا التوقيت نعم نعم قبل أن نجيب أكمل السؤال السابق السيناريوهات المتوقعة بعد ما جاء بايدن بالنسبة للنظام المصري وربما بالنسبة للأنظمة أخرى ربما كما قلت ربما تحدث ضغوط من شأنان يحصل انقلاب على السيسي ويتم تغييره ربما أيضا تحصل ضغوط من أجل إعادة العملية الديمقراطية كما كانت في السابق من المعروف وهذه القراءة ليست موقف الشخصي أن بايدن في وقت سابق عندما كان نائبا لأوباما كان داعم للعملية الديمقراطية وحتى كان داعم بشكل كبير إلى العملية الديمقراطية وأكثر من مرة تحدث عن هذه العملية الديمقراطية وإن الإدارة الأمريكية أنزاك تدعم العملية الديمقراطية وعندما كان قبل أن يترشح ويعلن رسميا لترشحه انتقد السيسي وقال أن حتى لو هو ترشح وجاء البيت الأفضل أن يعطيه شيك على بيض فكان من شأن ذلك أن يكون دا مؤشر على أن لو وصل بايدن إلى الحكم في الولايات المتحدة ربما تمارس ضغوط شديدة على نظام السيسي والنظام يعني يترقب لذلك وحتى يقال حتى أيضا عندما أفرج عن بعض المعتقلين في الفترة الماضية ما يقارب 600 معتقل قيل أن النظام المصري يستبق مرحلة بايدن بالإفراج على المعتقلين لأنه يستشعر هو يدرك أكثر من أي مراقب ومن أي متابع أو منه أن ربما يكون هذه مرحلة مغيرة تماما لمرحلة ترامب هو وكل الأنظمة المستبدة في المنطقة يعني وربما ستمارس عليه ضغوط لمكانة مصري ليس للجرائم التي ارتكبها السيسي ولكن طبعا لمكانة مصري من خلال قراءتي ومن خلال بعض المعلومات أعتقد أيضا أن الحزب الديمقراطي بشكل عام لديه رؤية للتغيير في المنطقة هذه الرؤية ربما يكون حاول تنفيذها في مرحلة الثورات العربية هي إبعاد الأنظمة العسكرية عن الحكم إجراء عملية ديمقراطية حتى لو وصلت بالإسلامين للحكم أن يكون فيه مرعاوة واحترام لحقوق الإنسان هذه أفكار الحزب وهو أصلا يتنافس فيها مع الحزب الجمهوري الحزب الجمهوري داعم للديكتاتوريات يعني هو ليس هذه الإجراءات أو هذه القناعات عند الحزب الديمقراطي ليس حبا فيه ولكن هي مغيرة أو بحاول يتميز عن الحزب الجمهوري وبالتالي أعتقد أن ربما تكون المرحلة القادمة مرحلة مغيرة تماما لمرحلة ترامب ترجمة نانسي قنقر